السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمداً عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صلِّ وسلِّ وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وخص منهم الأربعة الخلفة الراشدين والعشرة المبشرين وسائر أصحاب النبي الأمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي أحبتي في الله فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يشفي أمراضنا وأن يعيد علينا هذه الأيام بالأمن والأمان والسلامة والإسلام وأن يجعل هلال شهر الله المحرم هلال خير ورشاد ورشد وسماحة وسلام وأمان وحفظ وصيانة ورعاية ورفع للبلاء وأن يعوض الله عز وجل ما ابتلينا به في هذه السنة من شدة ومحنة وبلاء وامتحان أن يعوضنا الله خيرا ونسأله تعالى أن يحفظ علينا دين الإسلام وأن يختم لنا بخاتمة السلام وأن يثبتنا ويسددنا وأن يشرح صدورنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه اللهم إنا ندعوك ونرجوك على خاتمة عام مضى من أعمارنا أن تغفر لنا ما فيه من زلل وخطأ أن تغفر لنا ما فيه من تقصير أن تغفر لنا يا ربنا وأن تستر علينا عيوبنا لا تكشف أمرنا ولا تفضح فيك ولا تفضح منا ما أخفيناه عن أعين خلقك وعلمته منا استرنا يا ربنا فوق الأرض لا تكشف سترنا ولا تهتك أعراضنا واحفظ نساءنا وبناتنا ورجالنا وشبابنا واحفظ بلدنا مصرنا وبارك لنا يا ربنا في مائها وهوائها وبارك لنا يا ربنا واحفظ لنا هذه القناة وسائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه احفظ لنا يا ربنا مقدساتنا احفظ لنا يا ربنا مشايخنا وارفع رؤوسهم عالية واجعلهم دعاة وهداتا مهديين مهتدين بحولك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسأله ونستعين بك في بداية عام هجري جديد ونحن على أبواب هذا العام نسألك يا الله يا عزيز يا حكيم يا رؤوف يا رحيم نسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا مبدئ يا معيد أن تطهر قلوبنا وأن تشفي أمراضنا وأن تعافي مصابنا وأن تصلح أحوالنا وأن تسعد قلوبنا وأن تنور بيوتنا وأن تنور بعد الموت قبورنا اللهم إنا ندعوك أن تصلح لنا ما بقي من أعمارنا وتغفر لنا ما مضى من ذنوبنا أخوتي أحبتي في الله مع بداية عام جديد مع بداية عام هجري جديد على العاقل أن يقف مع نفسه وقفة وقفة مساءلة وقفة محاسبة وقفة مع النفس أن يقف معها فينظر في ماضيه وينظر فيما هو مقدم عليه أن ينظر كم أساء كم قصر كم فرت كم وقع في المعاصي كم فعل من عبادات وطاعات وتقرب إلى الله بقربات فيستمر عليها بل يزيد فيها ويستغفر لما مضى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك وكان يقول كما في الصحية صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي رواية فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة أكثر من سبعين يعني وصلها سبعين تمانين تسعين مئة ثم هذا النبي الذي قال الله تعالى له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يستغفر ربه في اليوم أكثر من سبعين مرة فما بالكم بنا فما بالكم بذنوبنا التي فوق أكتافنا التي لا يعلم عدها ولا حدها إلا ربنا إلا ربنا أسأل الله أن يغفرها لنا وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وأن يرفع همتنا وأن يجدد قوتنا وأن يردنا إليه وإلى دينه مردا جميلا إخوتي أحبتي في الله مع صانعة جديدة ومربية جديدة مع واحدة من الصانعات مع زوجة أول سفير مع أخت أول أمير مع أخت واحدة من أمهات المؤمنين وزوجة لأحد العشرة المبشرين مع حمنة بنت جهش ابن رئاب ابن يعمر ابن صبرة ابن مرة ابن غن ابن دودان ابن أسد حمنة بنت جهش من هي زوجة مصعب بن عمير من هي بنت عمة النبي أميمة بنت عبد المطلب من إخوتها مع من تربت تشربت الخير والدين مع من نشأت في بيت أبوها جهش ابن رئاب من بني أسد من أغنى الأغنياء كان بيت جهش ابن رئاب مقابل الكعبة أبواب البيت تفتح على الكعبة وكان بيتا كبيرا جميلا واسعة أختها زينب بنت جهش إحدى الجميلات بل جميلة الجميلات لهذا كانت حمنة جميلة أصيلة نسيبة أبوها جهش أمها أميمة أختها زينب بنت جهش أم المؤمنين وزوجة النبي الأمين التي زوجها الله من فوق سبع سماوات هي تقول عن نفسها لنساء النبي زوجكن آباءكن وزوجني الله فالله وليها زوجني الله قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها يا سلام يا سلام درس مدرسة أخوها عبد الله بن جهش أنا ليه بقولي الكلام ده علشان نعرف من أين نشأت ومع من تربت وأخذت الخير شربته من لبن أمها ومن تربية أبيها ومن عشرة إخوتها أخوها عبيد الله بن جهش زوجي السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان هاجر هو وأخوته إلى الحبشة أخوها أبو أحمد عبد بن جهش وأخوها عبد الله بن جهش وأخوها عبيد الله بن جهش ثلاثة هاجروا إلى الحبشة ثم عادوا أخوها عبيد الله بن جهش زوجي السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان لم أكن صاحب عقل وفكر فلما هاجر إلى الحبشة قيل إنه لما جلس إلى النصارى واستمع منهم قيل إنه تنصر وارتد عن الإسلام لهذا حرمت عليه السيدة رملة بنت أبي سفيان وبقيت في بلاد الحبشة حتى زوجها النجاشي لرسول الله وهو الذي دفع مهرها لها لكن كثير من أهل العلم قالوا إن أحدا لم يرتد عن الإسلام والدليل على ذلك أن هرقل ملك الروم لما سأل أبي سفيان لما جاءت رسالة من النبي يدعو هرقل إلى الإسلام قال هل عندكم رجل من أهل هذا الرجل من بلده من قريته من موطنه من عائلته فجاء أبو سفيان قال أنت تعرف محمد قال نعم من الأسئلة التي سألها قال له هل رجع أحد عن دين هذا الرجل كانت الرسائل دي في سنة سبعة من الهجرة سنة سبعة من الهجرة يعني بعد عشرين سنة من الإسلام بيسأله هرقل بيقول له هل ارتد أحد ورجع عن هذا الدين قال أبو سفيان وكان لسه مشرك على دين قوم قال لا لو كان عبيد الله بن جحش ارتد كان يقول له آه نعم ارتد عبيد الله بن جحش وكافر ورجع عن الإسلام فلهذا السؤال قال آل العلم إن عبيد الله بن جحش لم يرتد عن الإسلام وإنما مات عنها في بلاد الحبشة لهذا زوجها النجاشي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وربما يأتي الكلام عنها بعد ذلك أخوها أبو أحمد عبد بن جحش كان أعمى لا يرى لكنه أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة وثبت على دين الله أخوها عبد الله عبد الله بن جحش السيد الأمير أول أمير في الإسلام هاجر إلى الحبشة ثم عاد عبد الله بن جحش عشان أعرفك تربت فين مين إخوتها وده الكلام اللي دايما أقوله لما تيجي تختاري امرأة انظر إلى أصلها حسبها نسبها بعد دينها بعد أخلاقها لأنها لا تكتسب الأخلاق إلا من البيئة التي عاشت فيها وكذلك وكذلك لما تزوج ابنتك أو موكلتك اختر لها رجل من أهل بيت تعرف أكثر المشاكل التي نتعرض لها أو يتعرض لها النساء ولا يجدون لها حلا إيه هي أن يقول لك الزوج ليس له كبير تقول له هنكلم أبوك أو سنكلم أباك يقول كلموه ولا عمك عمك ولا خالك أنا لا أخضع لأحد ولا أخيك كبير ولا أخيك صغير ولا شيء مشكلة من أكبر العوائق التي تعيق أمان البيوت وسعادتها هي أن الرجل ليس له كبير ولا المرأة أيضاً ولا المرأة أيضاً بعض النساء يعلم الله كتير جداً كلمت أبوها يقول لك تقول كلمة بتعتي ولا أبي ولا أخي ولا أخت ولا عم أنا اللي أقول مصيبة إذا كانت المرأة ليس لها كبير مصيبة بل كبيرة من أكبر المصائل وإذا كان الرجل ليس له كبير كذلك لشان كده دايماً أتكلم عن تركيبة البيوت للمرأة المربية لأنها رضعت هذا الخير رضعت هذا الصلاح لما رأت أمها تطيع أباها لما رأت أباها يبر أمها ويحسن إليها تعلمت هذا أخوها عبد الله ابن جحش سنة اتنين من الهجرة اختار النبي سبعة من أصول المهاجرين وقال لهم لأأمرن عليكم رجلاً هو أصبركم على الجوع والعطش ما بيجوعش ولا بيعطش من هو نظروا فإذا هو ينادي على عبد الله بن جحش عبد الله بن جحش ده حاجة حقيقة هنشوف تشوف تربت مع مين أكلت وشربت ونشأت مع من مع عبد الله بن جحش أسد أنتو عارفين خالها مين خال السيدة حمنا مين سيدنا الحمزة حمزة بن عبد المطالب أسد الله وأسد رسوله خالها مين العباس بن عبد المطالب شيخ قريش وساق الحديد سيدنا الحمزة خالها سيدنا العباس خالها أخوها عبد الله عينه النبي أميرًا على أول سرية وأعطاه النبي كتابًا فقال له لا تفتح إلا بعد مسيرة يومين فإن سرت يومين فافتح الكتاب ونفذ ما فيه فلما سار بالسرية يومين فتح الكتاب ثم قرأ ما فيه أما بعد فإذا قرأت كتابي فاذهب إلى مكان كذا اسم نخلة ما بين مكة والطائف فراقب لنا وارصد لنا عيرًا لقريش فيه عير جاية محملة ببضاعة لقريش ارصدها لنا وكان هذا في شهر جماد الآخرة في آخر الأيام ثم قال له النبي وقرأ على من معك الكتاب فمن أراد أن يستمر معك ولا تكره أحد على المسير ومن أراد منهم أن يرجع رجع فلما فتح الكتاب عبد الله بن جحش السيد الأمير الشهيد ضحك ثم قال سمعت وأطعت يا رسول الله يا سلام يا سلام هو ده تربى على السمع والطاعة تربى أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير والمرضع والمآل والمرضع والمآل سمعنا وأطعنا في المشهد وفي المغيب في العسر قبل اليسر في النشاط وفي الكسل هذا هو الأدب هذه هي البيعة على السمع والطاعة ثم قرأ الكتاب وقال من أراد منكم أن يسير من أراد منكم وكان مستعدا للتضحية والاستشهاد فليمضي ومن أراد أن يرجع فلا لوم عليه فمشوا جميعا ولم يرجع أحد حتى وصلوا إلى نخلة فجاء أربعة نفر على بعير قريش فاستشار عبد الله أصحابه نعمل إيه نقتلهم أم لا نقاتلهم وكان ذلك في أول شهر رجب وشهر رجب من الأشهر الحرم فأشاروا أن نقاتلهم فقتلوا واحد من الأربعة وأسروا اثنين وفر الرابع وغنموا الغنائم ولما أخذ عبد الله بن جحش الغنائم والأموال جعل الخمس لرسول الله فهو أول من خمس المغنم شفت شفت الذكاء قبل ما تنزل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس هو للرسول ولذي القربة قال أول حاجة نطلع الخمس للنبي الخمس للنبي والبخ نقسم علينا يا سلام هو أول أمير وأول من خمس الخمس فلما عاد انتشر الخبر في مكة أن أصحاب محمد انتهكوا حرمة الشهر الحرام وقتلوا الناس في شهر الله الحرام فتألم النبي وحزن قيل إنهم لما رجعوا أراد عبد الله أن يعطي النبي الخمس لم يوافق رسول الله وقال قاتلتهم في شهر حرام فحزن عبد الله وظن أن الله قد غضب عليه حتى نزل قول الله تعالى ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير هم يستحقوا أن تقاتلوهم ففرح عبد الله أن جاءت النجاة من الله عبد الله ده أول أمير وأول من خمس الخمس وخرج مع النبي يوم بدر ثم خرج يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله هذا أنسمى حكاية الغريبة أخوها عبد الله ابن جحش قال سعد بن أبي وقاص لما اصطفى الجيشان في يوم أحد والناس صفوف قال عبد الله لسعد ابن أبي وقاص أو سعد قال لعبد الله هيا ندعو الله وقد التقى الجيشان لأنه موضع يجاب فيه الدعاء وكان سعد مجاب الدعوة رضي الله عنه اللهم أجب دعوته وسدد رميته فقال عبد الله ابدأ أنت يا سعد وأنا أؤمن فقال سعد ورفع يديه اللهم لقني اللهم لاقني برجل من قريش شديد البأس أو شديد البأس فأقتله فيك قال عبد الله آمين ثم قال ادعو أنت يا عبد الله قال أما أنا فأدعو اللهم لقني رجلا شديدا حرده أي بأسه فيقاتلني فيقاتلني وأقاتله فيقتلني ويبقر بطني ويجدع أنفي وأذني يجدع أنفي وأذني فأخوها هو المجدع في الله لقني برجل شديد بأسه فأقاتله ويقاتلني فيقتلني ويبقر بطني ويجدع أنفي وأذني فألقاك فتسألني فيما ذلك فأقول فيك يا ربي فتقول صدقتا الله دعاء غريب يطلب الشهادة مش شهادة بس وذكر ذلك أبو نعيم في الحلية حلية الأولياء وأكيد الحديث ضعيف لأن الأصل عندنا أن لا ندعو بمثل هذا الدعاء بل يدعو الإنسان اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي الشاهد أنه بعد المعركة بعث سعد أو ذهب سعد يبحث عن عبد الله فوجده قد قتل شهيدا في أحد كما قال قد بقر الرجل بطنه وجذع أنفه وأذنه فقال سعد بن أبي وقاص كانت دعوة عبد الله خيرا من دعوتي استجاب الله له فهي الأصيلة النسيبة هي الجميلة البهية هي الندية الوفية هي بنت السيد جحش سيد بني أسد وبنت الشريفة النسيبة أميمة بنت عبد المطلب من يختار لها أبوها زوجا اختار مين واحد من أهل الشرف والعز هي جميلة لابد أن تختار جميلا هي من ذوي الحسب والنسب لابد أن تختار واحدا من ذوي الحسب والنسب هي الشابة الفتية الجميلة واحدة في غاية الجمال والشباب والبهاء والأصل والنسب والحسب من نختار نختار يختار لها أبها فتى من فتيانه قرش طبعا تعرفوا مين مصعب ابن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب عبد الدار وعبد مناف دول كانوا بيتنافسوا دول لهم حاجة في السيادة ودول لهم حاجة عبد الدار كانوا حملة اللواء هم المقاتلين الأبرار الأطهار حملة اللواء حمات الديار ويها بني عبد الدار ويها حمات الدار ويها حمات الديار مصعب ابن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب أبها شباب مكة أبوه عمير وأمه خناس بنت مالك من أغنى أغنياء قريش ناشئ مصعب بين أبويني كريميني غنييني كانت أمه من أغنى الأغنياء مصعب ابن عمير المدلل بتاع أم وابوه كان له أخ اسمه أبو عزيز عزيز ابن عمير أخو مصعب ابن عمير أمه خناس ابنت مالك ابنها إيه حاجة حاجة يكفي أن تعرف أن مصعب ابن عمير كان شبيها بالنبي شبه النبي وأشباه النبي كثير منهم مصعب ابن عمير وهيجي الكلاب علشان كده بقول نختار مين اختار نسيب حسيب نختار الكفء لها الكفء في جمالها الكفء في علمها الكفء في خلقها الكفء في نسبها وحسبها لهذا نقول كثيرا للأولياء لازم تختار لبنتك كفء لازم يكون مكافئ لها وتختار لابنك برضو الكفء من النساء في الأصل والحسب والنسب سيدة حمنا اختار لها أبوها مصعب ابن عمير مصعب ابن عمير هذا كان لا يلبس إلا الحض رمية من الثياب والحض رمية من النعال اللي احنا بنسميه في زمن المستورد مستورد النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت على مصعب حلة اشتراها بمئتي درهم تعرف يعني ايه مئتي درهم يعني اشتروا بيت حلة كان مصعب ابن عمير له طيب خاص اجود انواع المسك التي تأتي من اقاص البلاد حتى ان شباب مكة اذا مشى مصعب ابن عمير في طريق لانه رحته مميزة له مسك خاص مش اي حد يجيبه عطر خاص به ثياب خاص مستوردة نعال خاص مستوردة الحلة يعني الثياب مع الحذاء الطأم ده كله بمئتي درهم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعيم عايش في اصل من الاصور تربية ملوك تربية اصور مصعب ابن عمير اقول كان له عطر مميز محدش يلبسه ولا ثياب مميزة محدش يجيبها تيجي مستوردة ولا نعال محدش يلبسها مستوردة زي الناس الاغنية قاوية تقولك ده انا جايب لبس العروسة من من اوروبا من فرنسا وكانوا ايام زمان يقولولنا ان عبدالحليم وبعض الرؤساء يذهب الى اوروبا يفصل البدلة يقوله محد ما تفصلش لحد تاني عشان محدش يلبس اللي انا لبسته عبدالحليم كمان ويقولون لنا هذا يام زمان انه يفصل البدلة محدش يلبس مثله وبعض الرؤساء يفعل والان كثير من الاثرياء يعمل كده وخاصة في صفوف النساء المهوسات والمغرمات بالعجائب والموضة تقولك لا فستاني محد ازاي والان بقى فيه مبهاه خصوصا في فستين الفرح الفستان بقى طوله 20 متر الفستان بقى مكلل باللقال عجيب عجيب مبهاه مفاخرة كل هذا ليس في دين الله ابدا وسنسأل عنه يوم القيامة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي بكر وعمر وأبي غريرة لما جلس يأكل تمر وماء بارد فأكلوا حتى شبعوا ثم شربوا من الماء البارد أكلوا طمر وبسر ومن أنواع البلح وشربوا ماء باردا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم والذي نفسي بيده إن هذا لمن النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة لا تسألون يومئذ عن النعيم البلح والمية المية الساعة مش من الفريزر مش من الفريزر ولا من التلاجة ده بس مبردنها في الهواء سماه النبي من النعيم الذي سنسأل عنه لو لو رأى النبي ما ناس فيه من عجائب ماذا يفعلون مصعب ابن عمير هذا لكي تعرفوا من اتجوز مصعب ابن عمير قلت لكم كانت امه تلبسه من الحلي التي ليس لها مثيل فكان مصعب رضي الله عنه يقول ما رأيت احدا احسن لمة ولا ارق حلة من مصعب ابن عمير ما رأيت احدا احسن لمة اللمة هي الشعر الذي يصل الى اسفل الاذنين كان مصعب ابن عمير شعره كشعر النبي كان للنبي جمة او لمة يطيل حتى يصل الى منكبي او الى شحمة اذنين شعر طويل ما رأيت احسن احدا احسن لمة ولا اجملا حلة من مصعب ابن عمير مصعب ابن عمير قلت لكم كانت امه تشتري له المسك المخصوص تزوج من تزوج بش سيدة حمنا بنت جحش ليسعد ويهنأ ويبني بيت هي بنت من وهو ابن من هي جميلة من الجميلات حسيبة من الحسيبات النسيبات وهو كذلك فعاشت مع مصعب ابن عمير الزوج الوفي البر المسلم السابق الى الاسلام سنرى بعضا من حياة مصعب لنعرف كيف نشأ البيت بيت حمنة وكيف عاشت مع زوجها رضي الله عنها وارضاها وعن مصعب ابن عمير وعن سائر أصحاب النبي كونوا معنا مع الصانع المربية حمنا بنت جحش ابن رئاب بنت أميمة بنت عبد المطلب أمها أميمة بنت عبد المطلب أختها زينب بنت جحش رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم وجمعنا معهم في دار كرامته في جنته وجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم يشتاق كم يتمنى المرء كم يحلم كم يرجو من ربه أن يمتع نظره في الآخرة برؤية النبي وبرؤية أصحاب النبي وتتم المتعة برؤية وجه الله أسأل الله عز وجل أن يرزقنا رؤيته اللهم ارزقنا رؤيتك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين إخوتي أحبة في الله أطلت الكلام في مقدمة طويلة عن السيدة حمنا حتى ندخل إلى بيتها مع زوجها رضي الله عنها وأرضاها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر